ننتقل لأقصائي التغذية العلاجية رند الديسي صباح الخير يا رند الصباحك سعيد أليكس يعطيك العافية وأكيد محضرتين لليوم موضوع جديد تغذوي صحي تسلمي تانكي وصباح الخير كمان لكل المشاهدين وأهلا وسهلا فيكم بالفقرة الغذائية ضمن برنامج يوم جديد اليوم رح نبلش بأولى فقراتنا تحضيريا لشهر الكريم لشهر رمضان ورح نبلش نحكي عن النصائح الغذائية اللي نحن ممكن نستفيد منها بشكل كبير خلال هذا الشهر خلال هذا الشهر نحن بنصوم لفترة ما بتقل عن الأشخاص اللي بتفيئة تقريبيا عن ساعة 7 أو 8 الصبح بنصوم ما يقل عن 10 إلى 12 ساعة هاي فترة كتير طويلة لازم يهتم بجسمنا بشكل كتير كبير وإذا اتبعنا النصائح الغذائية الصحيحة واستغلينا رمضان بالطريقة الصحيحة اللي نحن لازم نستغله فيها نحن كتير رح نكون ساعدنا جسمي وحسننا من الصحة تبعتنا كتير أشخاص عم تتصوم لفترة طويلة من الوقت ولكن بعد الصيام عم بنعود هذا الصيام بالحلويات المليئة بالدهون عم بنعود كمان هذا الصيام بالأكلات المشبعة بالسمنة وبالزبدة فإذا هيك نحن عم نلغي فوائد للصيام وعم ننتقل لأنه نحن ناخد الأضرار أكثر من الفوائد في كتير دراسات عملوها عن فوائد الصيام رح نحكي عنها بفقرة يوم تثرتها ولكن أهمها أثبتوا أنه الخلايا المتجددة عندي بالجسم خصوصا خلايا الدماغ والخلايا اللي بتطول من العمر تتجدد لما نحن يكون عندي ما عندي أكل لمدة أكتر من عشر ساعات بالجسم فإذا لما نحرم جسمي من الأكل لمدة أكتر من عشر ساعات وقتها نحن اللي عم بيصير عنا أنه الخلايا المتجددة واللي بتساعد أنه جسمي يكون عنده صحة أطول وعمر أطول عم تتكاثر أكتر وهي إحدى الفوائد اللي نحن عندي إياها من شهر رمضان فسبحان الله بنشوف أنه عندي كتير فوائد بهذا الشهر عندي كتير فوائد صحية ممكن نستغلها إذا استغلينا هذا الشهر الفضيل بالطريقة الصحيحة رح نبلش أول شي ونحكي عن موضوع التمر واللبن كتير أشخاص عم تسألني عنه شو أهمية التمر واللبن ليه الرسول كان ياخدها سنة أنه نحن نفطر على تمر ولبن وليه هم كان مسموح لهم ألاف السنين قبل أنه ياخدوا سبع حبات من التمر ولكن نحن مش لازم ناخد سبع حبات ولكن لازم نقلل الكمية إلى حبة أو ثلاث حبات خلينا نبلش ونحكي عن أهمية اللبن وخصوصا بعد الصيام كتير أشخاص عم تسألني هل اللبن مهم أو لا طبعا اللبن له أهمية كتير كبيرة وفوائد كتير كبيرة على الجسم وخصوصا بفترة الصيام نحن بنخسر كتير من البروتينات كتير من المعادن ومن الفيتامينات اللي عندي إياها بالجسم اللبن بيعطي جسمي فيتامينات كتير عالية بيعطينا كمان البروتينات واللبن هو مصدر كامل ومتكامل من ناحية الكالسيوم ومن ناحية الزنك اللي جسمي بيحتاجه حتى الأشخاص اللي بتعاني من تساقط الشعر خصوصا بشهر رمضان اللبن هو الحل لأنه بيعطيني نسبة كتير عالية من الزنك اللي هو كمان جسمي بيحتاجه وكمان المصدر الثاني الغني بالزنك هو السمك فللأشخاص اللي عم تحتاج نسبة بروتينات عالية للأشخاص اللي عم تخسر نسبة كبيرة كتير من البروتينات خلينا نتذكر إنه اللبن بيعطيني هاي البروتينات وبعود جسمي عن الخسارة اللي خسرها خلال الصيام بأول ساعات الصيام نحنا بنستعمل السكر المخزون السكر اللي بيكون عندي بالجسم مخزن بالكبد وبعد ما يخلص هذا المخزون ببلش نستعمل الدهون لحتى يعطيني هاي الطاقة فإذا نحن نخسر بشهر رمضان سكريات كثير عالية بالدم نخسر الدهون المتراكمة بالجسم ومصدر ثالث يكون للطاقة والمصدر الأخير للطاقة هي البروتينات اللي عندي إياها بالجسم لحتى ما نخسر البروتين ونخسر كتلة عضلية ونخسر كتلة بس دهنية نحن نفضل أنه نحن ناخد كوب من اللبن على الإفطار ممكن نحن ناخد اللبن الكامل للدسم لأنه أصلا الدسم الموجود باللبن مش غني ومش بنسبة عالية ممكن كمان نحن ناخد اللبن قليل الدسم إذا بنحبه ولكن فوائده بتضلها نفس الشي ولكن الطعم ممكن يتغير عند الأشخاص عشان هيك ما بيرغبوه أهمية أو أهم شغلة باللبن نحن ناخدها عندي مثل ما نحن دائما بنسمع أنه عندي بكتيريا البرو أو البريبيوتكس كثير بنسمع من حليب الأطفال بيكون مدعم ببكتيريا البربيوتكس أو البروبيوتكس هاي البكتيريا كثير مهمة للجسم وهي موجودة بالأمعاء الغليظة هاي البكتيريا بتعمل على هضم المأكلات اللي جسمي ما عنده إنزيمات ليتعامل معها مثل بعض الفاكهة بيعمل هضم كمان لللبن واللبن هو المغذي لهاي البكتيريا طبعا ما قلص يوم لفترات طويلة جسمي بيخسر كثير من هاي البكتيريا لأنها بتموت بعدم التغذية لفترة طويلة بتزيد عن العشر ساعات فالأشخاص اللي بيكون عندهم موت للبرو أو البربيوتكس الموجودة عندي بالجسم اللبن بيشكل عامل أساسي لتغذية هاي البكتيريا اللبن فيه نسبة كثير عالية من البربيوتكس اللي هي البكتيريا اللي اسمها البروبيوتكس بتتغذى عليها فخلينا دايما نعملها عادة من إفطارنا اليومي نحن ناخد كوب من اللبن خال الدسم أو كامل الدسم ما بيأثر ولكن هو بيعطينا بروتينات كثير عالية بيعطينا معادن وبيعطينا البكتيريا المفيدة للجسم اللي اسمها البروبيوتكس وبيغذيها كمان بالتغذية الصحيحة اللي هي بالبريبيوتكس ننتقل لفوائد التمر طبعا فوائد التمر عديدة وكاملة متكاملة من جهة أنه بيعطيني طاقة كثير عالية وسكر جسمي بيحتاجه وبنفس الوقت اللي نحن منلاحظه أنه للأشخاص اللي عم تاخد الخليط أو الكمبينيشن ما بين اللبن مع التمر نحن بنقلل من حدية السكريات الموجودة بالتمر التمر بيعطيني نسبة ضئيلة من الحديد ولكن بيعطيني حديد التمر بيعطيني فيتامينات ومعادن كتير عالي وهو وجبة من السكريات أو من النشويات كاملة ومتكاملة فإذا نحن ممكن دايما ناخد حبة ثلاث حبات أو ثلاث حبات من التمر للأشخاص اللي عم نحاول أنها تخسر بالوزن خلينا نستغل شهر رمضان بخسارة الوزن بالشكل الصحيح لأنه رمضان بساعدنا بشكل كبير أنه نحن نقلل من كمية السعرات الحرارية اللي عم ناخدها يوميا ما ننسى أنه حبة إلى ثلاث حبات من التمر حسب الحجم بيحتوه على تقريبيا سبعين سعر حرارية اللي هي بتعادل حصة واحدة من الفاكهة كتير أشخاص دائما بتسألني عن السنة اللي نحن دائما نذكر عنها أنه ناخد حبة أو ثلاثة أو سبع حبات أو خمس حبات من التمر وهاي السكريات الموجودة بالتمر نحن لما نستهلكها وجسمي يستهلكها إذا استهلكناها بالعدد الفردي بتتحول إلى طاقة وبنحرقها دغري أما إذا استهلكناها بالعدد الزوجي اللي هي ثنين أو أربعة أو ست حبات ممكن أنها تتحول إلى سكريات كتير عالية بالجسم وبعديها تتخزن على شكل دهون أثبتت هذه الدراسة أنه هاي المعلومة صحيحة ويفضل أنه نحن ناخد حبة ثلاثة خمسة أو سبعة من التمر بس كتير أشخاص بتسألني طب نحن لما ناخد الرطب الكبيرة كتير بالحجم هي بتعادل تقريبياً تنتين من الحبات الصغار فشو الحل أنه نحن ناخد الرطب الكبيرة؟ دائماً أنا بحكي أنه نحن على أيام زمان كان دائماً التمر الموجود المتوافر أكتر هو التمر الصغير السكري فنحن حتى الدراسة اللي أثبتت عليها هاي الدراسات كان الحجم التمر تقريبياً ما بيتعدى التمر الصغير أو نحن بنسميه السكري مش الرطب الكبيرة فإذا نحن ممكن ناخد قاعدة أنه للأشخاص اللي حابت تستهلك التمر الصغير ممكن ناخد حبة أو ثلاث حبات إذا بناخد رقم فردي أما الحبة التمر الكبيرة اللي هي بتيجي كبيرة الرطب هي بتعادل ثلاثة منه صغار فممكن ناخد حبة واحدة لناخد فوائد التمر ونفس الوقت نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنفس الوقت نحن ما نقدي إلى زيادة كتير كبيرة بالجسم من باب تحضير جسمي لشهر رمضان وكخطوة أولى نحن ممكن نبلش فيها بعيداً عن تقليل القهوة والدخان ونحن نحكي عنهم كمان من فقرة يوم الخميس كيف نحن ممكن نقلل أو نسحب من جسمي تدريجياً نسبة النيكوتين الكتير عالية ونسبة الكافيين لأننا جسمي بيدمن عليها وبصير بيتطلبها بشكل يومي خلينا نعملها عالتنا على الغداء امتداء من اليوم لحتى نقوي البريبيوتكس والبروبيوتكس البكتيريا المفيدة اللي عندنا بجهازنا الهضمي خلينا نعملها عادة إنه نحن يومياً ناخد كوب من اللبن الصغير أو كوب من الشنينة اللي بتحتوي على نسبة بكتيريا أعلى من اللبن بس بتحتوي على أملاح فللأشخاص اللي عندها ضغط نبتعد عن هذا المنتج اللي هو الشنينة أو اللبن اللي بينشرب وناخد اللبن الزبادي اللي بيتاكل بشكل عادي خلينا نعملها عادة إنه نحن ناخد حب التمر مع الغداء جسمنا لازم نعطيه فترة للتعويض على التغييرات بالصحة الغذائية أو بالطرق الغذائية وما نبلش فيه من فترة وحدة وبفجأة نغير كتير تغييرات فإذا تغيير الأول رح نبلش فيه تحضيرا لشهر رمضان إنه نحن ناخد كوب من اللبن وحب التمر صغيرة كل يوم قبل الغداء إن شاء الله نكون استفدنا بهاي المعلومات عن شهر رمضان الكريم خليكم معنا بالفقرات الجائلة نحكي عن معلومات أكثر تحضيريا لهذا الشهر الفضيل نهاركم سعيد جميع المشاهدين ومنرجع لزملائي لانا وأليكزاندرا لنكمل برنامج يوم جديد شكرا إليك رند أديسي على هذه المعلومات القيمة وإن شاء الله يربي رمضان عن جد بيجي بيحمل كل الخير لكل الناس ومشاهدينا بدنا ننتقل لتقرير نصيحة تجميلية من إعادة الزميلة مينسور خلينا نشوف هذا التقرير ومنرجع للاستوديو خليكم معنا